السيد السستاني وذهاب النساء والبنات لزيارة الأربعين مسألة شرعية تتكرر في كل زيارة سواء في زيارة الأربعين أو في زيارة شهادة ووفاة الرسول صلى الله عليه وآله يوم 28 صفر أو في زيارة الشهيد الزايد أو في كثير أو في زيارة باب الحوائج الإمام الكاظم سلام الله عليه إذن هذه المسألة مسألة مهمة أيها الأحبة حكم ذهاب النساء والبنات لزيارة الأربعين مشيا على الأقدام ما هو جواب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السستاني الرجاء بناتنا أخواتنا أمهاتنا لا بد أن نتبع رأي المرجع الأعلى وفتوى المرجع الأعلى حتى إن شاء الله يتقبل هذا العمل من كنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرف الحكم ذهاب النساء والبنات لزيارة الأربعين وبقية الزيارات مشيا على الأقدام كما ذكرنا لكم وإليكم السؤال والجواب السؤال الذي وجه إلى مكتب سماحة المرجع الأعلى ما هو رأي سماحتكم بذهاب النساء البنات متزوجات غير متزوجات سيرا على الأقدام إلى مرقد الإمام الحسيني عليه السلام وقد تستغرق الرحلة أيام وبمفردهن يعني نساء مجموعة من البنات يمشنسوية مجموعة من النساء يمشنسوية بدون أزواجهن ما تروحوا يا زوجها زوجها مجغول بخدمة المواكب مجغول مثلا بالعمل مجغول أو أحد من محارمهن ما هو ياها لا أخوها لا عمها لا خالها واضح إن شاء الله ما هو ياها واحد من المحارم يعني من الذين يحرموا عليها الزواج منهم الرجاء الانتباه واضح السؤال الذي يوجه إلى مكتب سماحة السيد إنه نساء قسم متزوجات قسم غير متزوجات هذه تستغرق الرحلة أيام خصوصا بالنسبة إلى زيارة الأربعين فما هو الحكم الشرعي؟ الرجاء يا أحباء رسول الله الانتباه إلى هذه المسألة الشرعية أجاب سماحة المرجع الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السستاني العبرة في ذلك بأن تأمن على نفسها إذا مؤمن على نفسها من الوقوع في الحرام تقول ولله الحامد إحنا مجموعة من النساء نمشي وأنا مطمئنة الحمد لله أن لا أقع في الحرام هذا الشيء الأول إذن أول شيء لا بد أن تطمئن على أنها لا تقع في الحرام ما ترتكب معاصي والعياذ بالله أثناء الطريق وإذا كانت متزوجة شن الحكم الشرعي؟ قال فلا بد من أن تستأذن زوجها مو تقول لا أنا أروح ما لك علاقة قسم من النساء تقول أنا أذهب إلى زيارة وافقت ما وافقت وتدخل بمشكلة وتقل للأهلها وأخوتها وتدخل بمشاكل تدخل في مشاكل مع الزوج تأتي أبو فلان زوجي العزيز تسمح لي أروح حبا للحسين قال هلا السنة لا ترحين خلاص ما تزعل سمعا وطاعة تقول سمعا وطاعة حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله لأن الرسول بشر بالجنة وإذا كان أبويها يتأذون أبوها وأمها خوفا عليها لم يجز لها مخالفتهم في ذلك واضح إذا أبوها زيان بعده ما متزوجة وأبوها وأمها يتأذون من روحته يقولها ابنيتي لا ترحين يحرم عليها الذهب ترجمة نانسي قنقر